تحول إلى الرباط حيث تم تنظيم ندوة للكاتب والصحفي تلح جبريل للحديث عن أهم أسس ومبادئ الكتاب الأدبية والكتابة الصحفية وأهم المراحل التي ميزت حياته ككاتب وكصحفي وكأستاذ جامعي القاتل حاج جبريل كلمة تحدث فيها عن حياته ومقالاته وعمله وتقاسم مع مختلف الحضرين شغفه بالصحافة وحبه للكتابة داعيا للجميع إلى الإقبال على القراءة وخلق فعل فكري ثقافي وأدبي في جميع مقاهي الرباط وبمختلف المدن المغربية هذه أول مرة أخذت هذه التجربة بصراحة وهي مسألة الحديث عن كتب لجمهور أنا أعتقد بأنه جمهور يشكل نخبة حقيقة سأتحدث عن أولا قصة كل كتاب وإلى حد ما المحتوى في هذه الكتب هذه المسألة الأمر الآخر سأتحدث عن التقاطع ما بين الصحفي والكاتب لأنني أحمل الصفتين أنه أين يلتقي الصحفي بالكاتب وأين يكون هناك تقاطع بينهما ما هو الفرق ما بين الكتابة للصحافة التي يعني فعلا ينطبق عليها أنها في الصحفي يؤرخ لللحظة والكاتب الذي في بعض الأحيان يؤرخ للأزمنة وأمكنة